فقلت دا ونا هعمل فيها ازاي؟ دي أندية خدمية لا تستهدف الربح طب مين حيجي حط قرش هنا؟ ولا هتحولها شركة ازاي؟ ماينفعش فتفتق ذهني عن فكرة طلع اه قلت النادي الاهلي بمجلس إدارته اللي بتنتخبه الجمعية العمومية يفضل زي ما هو ولكن عنده مجموعة من الحقوق يجمحها ويقيمها ماليا ويعمل بيها شركات أو يخش فيه شراكة طب هو النادي أصلا ملكي مين؟ ما هو الملكية بتاعت النادي مش محددة ما فيش حاجة اسمان النادي ملكي مين يبقى فيه قاس ومشاركات ايو لا ما هو النادي أصلا يا شفتان عاد خلينا نتكلم من يون علينا النادي دا ملك الدولة مش كده لا مش ملكي لا النادي كان قاعد في أرض الدولة مخصصها له كويس بعد كده امتلاكنا احنا كل المقر التاني يعني كل النادي يعني تم مدينة ناصر انت تملكوا الارض التجمع تملكوا الارض الشيخ زي تملكوا الارض انما الجزيرة اتعلمنا الجزيرة التخصص اه تخصيص هل ما طلبتوش من دولة انك تشتيروا الارض داية تشتيروا كم بقى دي بسم الله دي مزانية دولة دا المتر هنا ممكن ليو يوصل مليون جنيه في الجزيرة دي طبعا طبعا انما هي الدولة دي هقول لك حق انتفاع وحصل في لحظة ما خلص 99 سنة ودي المشكلة اللي يمكن كانت بيننا وبين المحافظة لما جوم يقدروا قيم وخلصت خلصت طبعا طيب فكرت بقى في الاستثمار فقلت الحل طب انا اعمل دي ازاي لازم اقابل الوزير لان عايز اغير كلمة اندية خاصة زي تنافع عام لا تستهد في الربح عشان اقدر اعمل شركات طبعا بقى لي اقسم فطربت قابلني في ماتش كورة كده كان معزوم في ماتش كورة في النادي القالي قلت له عندي تجربة لامين انت بالك الدكتور علي الدين اله اه وقل صاحب فضل صاحب فضل صاحب فضل فيه التسويق الرياضي في مصر نعم لان كان عنده قناع الرجل ده ما كانش بيكابر مش يقول انا وبعد الطفان وانا انا صاحب الفكرة وانا لا قال لنا كده في الرياضة كده كان يوعد معانا انا ما عرفش حاجة قلولي وانعمل منطق التواضع ما عرفش حاجة في الرياضة قلولي وانعمل لكن اعرف في الادارة واحنا مش عايزين اكتر من كده فاقلت له عزاقبلك عشان نرفع عن كاهل الدولة فكرة دعم الدولة للاندية نعم بعد تلاتة شهر طلبني روحت قابلته حكيت له بقى تجربة الاهلي قال لي طب والحل ايه قلت له الحل ان احنا نعمل ان الاندية والهيئات من حقها تخش فيه شراكة وتعمل شركات تستهد في الربع شركات اموال راح نادية طلعت جنيدي رحمة الله عليه كان رئيس جهاز الرياضة قال له اعمل لجنة انت رئيسها ومعاك عدل القيعي وخمسة قلت له هاخد معايا المستشار خانوني حلم عبد الرازق طبعا وبتاع النادية الاهلي وحضرتك تجيب اربعة من عندك اتعملت اللجنة وطلعنا بتوصيات ان حطينا الاول مرة صياغة تلتزم الشحيق تلتزم الاندية بعمل ادارة التسويق والاستثمار تتحول ما تملكه من حقوق الى شركات او تدخل فيه شراكة مع من تريده الخطوة التانية قلت له محتاجين نحتك بالوزارات ذات الصلة نعم رح عامل اجتماع مع لجنة الشباب والرياضة حسام عوض ابو احمد حسام الله يرحمه رحامه اللي مدفع حدثة طبعا كان من قل مع الشباب يا سلام وكان قلو بجنة شعب اه لقوا كان زهنه بسم الله ما شاء الله عليه وروحنا عملنا اجتماع مع ستة وزارات المالية التربية والتعليم التعليم العالي الاعلام التضامن الاجتماعي وزارة الشباب والرياضة وعملنا خدنا من كل وزارة الاجزاء اللي ممكن تساهم بيها في الرياضة نعم واصبح فيه توصية وافق عليها مجلس الشعب يعني انا بستغل ساعات يقول لك عايزين نغير كل المفادي موجودة في مجلس الشعب روح حطها في الخانون واخر ووافق مجلس الشعب علي ان الاندية تعمل كائنات تستهدف الربح وانا بقى الحتة اللي كانت محل زمزق شوية دكتور عليه انت بتفكر في الاهلي قلت له طبعا انا جيت لك عشان بتفكر في الاهلي ان تستثمر في الميديا تجربة المجلة كانت قدامي هو انا بعد المجلة عايز اعمل ازاعة وعايز اعمل تلفزيون ايه لان دي اللي بتجيب الفلوس لان في يوم لما حصل خلاف مع المحافظة كان الحسابات بتاعت الاهلي اه محجوز عليها فكانت المجلة اللي بتصرف على الاهلي المجلة المجلة اه كنا بنكسب فقلت الله اللي استثمر في الميديا بقوة الاهلي ده لو تلفزيون واذا ايه اوه بتقلب الدنيا فقلت له يا حق الان دي اللي استثمر في التلفزيون قال لي يا عادلي دي هتكتح فتوحة قلت له ما دي لوب الموضوع كلها انا هعمل شركة شركة ايه ما شركة انتاج اعلامي وتسويق كان حاجة غريبة على المجتمع المصري كمان ففي الاخر ضحك كده موافق دخلت المجلس الشعب وافق عملنا قناة الاهلي وعملنا شركة الاهلي انتاج الاعلامي والتسويق والجميل في الموضوع هنرجع تالي اهلي وزمالك مين كان وزير وقتها حسن ساقر مين المدير التنفيذي للاتحاد كابتن متحة البلتاجي الاتنين كنت انا مدير فريق قومي وعدوا اتحاد وهم معايا كانوا منتخب مصر الاتنين وهم الاتنين وصفرنا مع بعض ونعرف بعض رحت لهم ومتحة البلتاجي ساعدني جامد جدا لحد ما جاب لي موافقة الوزارة على انشاء شركة الاهلي انتاج الاعلام والتسويق اللي اسفرت على انشاء خامس شركات للنادي الاهلي بعد كده من انشاء خامس شركة الاهلي